إذن مشاهدنا الكرام للحديث على هذا المهرجان وكذلك عن طبق الكسكسي تحضر معي في البلاتو سيدة أرسقي مختارية أهلا بك شكرا صباح الخير صباح الخير والصباح الخير أهلا بك شكرا لك سيدة أرسقي مختارية عمية التطبخ الجزائري ورئيسة التورات العربي طيب سيدة أرسقي بداية كنت نتكلم على هذا المهرجان الخاص بطبق الكسكسي في طبعته الثالثة الذي سيكون اليوم إن شاء الله إن الابتتاع سيكون بعد اللحظات لو كانت تكلمينا سيدة أرسقي على هذا ربما أعطينا تفاصيل على هذا المهرجان وش هيكون فيه في هذا المهرجان أولا نشكركم على الدعوة ولكن ممكن نتكلمه على الكسكوس ثم بعد نتكلمه على المهرجان بالنسبة للطعام نتكلمه على الكسكوس على التاريخ المتاعه طبعا حاجة مهمة جدا وعلى الكسكوس الجزائري ومبعد من مرولة لكن ممكننا بالنسبة للكسكوس طبق الكسكوس اللي نتكلم على التاريخ الكسكوس اللي هو معروف كل المغرب العربي تونس، مروق، الجزائر، موريطانيا، ليبيا، كستغا ولكن أنا نتكلم بصفة عامة على المغرب العربي وبصفة خاصة على الكسكوس الجزائري موجودة عنا الكسكوس الجزائري نتكلم عليه لخطر نوعناه فيه بزاف تطورناه بزاف بدون ما نمسوا الأصالة ونوعناه فيه بزاف أولاً الجزائري نتكلم على الطبخ بصفة عامة نقول أن فن الطبخ هو فن ككل الفنون يرمز شخصية وتاريخ البلاد المغرب العربي الكسكوس الجزائري نتكلم على نفسنا مغرب العربي ودو نفسنا ثقافية نفسنا كنت كتبت كتاب حول الكسكوس هذا كتبته في سنة 1988 من 1900 400. وين زرت عدة ولايات ولكن بصفة خفيفة. وتكلمت عن الكوسكوس. مثلا هذا موجود في مثلا الغردية. يعني طحت في غردية. حاولت باش نشوف كامل. وكتبته مع اللجنة الوطنية ليناغ اللي هي مطبعة وطنية. من بعد شافوه في الكوميسارية كوميسارية ناسيونال وكنا كانت تقريبا سانة فرنسا. سانة جزائر. لاني دولالجيغي. ان فرنس. تكلموا معايا وحاولنا هذا عودوا هما اللي تسمع دوني ان شارج. وزرت كل الولايات وزرت اخدمت الكوسكوس. هنا مثلا حطيت واحد 20 ساعة كمبتات تختار الكوسكوس. ومن بعد عودت درت كل الدورة هذيك هذي في الساعة قبل سنات الفين. وهوا يليتي شوزي. ها هو نابل. هذي. نابل. وخدمت فيه وهنا راني 78 نوع من الكوسكوس. والكوسكوس هذا هو طبق صحي. طبق غاني. ونعمله بالخوضر نتجممنا. هنا أولا خدمت مع بلدنا. وارخين جزائريين. نعم. نعم. وها هولا كل هذا الشي سا كنسير من الاسطوار دول الجيغي. ومبعد بدت بدنا بدت كماذا أملت هنا هنا زد زد توسعت فيه. وخدمت هنا يا مثلا ندي بلد من مثلا هنا كي تشوفي بيسكرا ونرمز بيسكرا بالمتال الصريطي معروف معروف طبق معروف عندنا. وهنا التاريخ بيسكرا ومبعد اللي جي فيه كوسكوس اللي يصيبوهم في بيسكرا مثلا هنا عملت نفس الشي مثلا بمثلا هنا تشوفي مسيلا مسيلا كيف كيف عهو التاريخ ما كتاب تاريخي جدا وعه الكوسكوس وها تبكي بهذا البحوت نعم كل الكور من الجمهور جان بفيت هنا يشوفي هنا يعرا كتشوفي بجاية بجاية تيزي في الزو عملت كل سيدة سكين قمت في بحوث عن الكوسكوس أنا شوفت من سلد 1988 ودرت هذا الكتاب مؤخرا فيه بعض يقول لك أنه فيه نوع من الكوسكوس كان يقول لك 60 كان يقول لك 80 يعني مختلفين في الأراء اليوم شحال تقولين شحال كان هناك نوع من الكوسكوس في الجزائر أنا درت 46 ملياية كانت قالي زوج جوليايت اللي ما قدرناش نوصل بس كل وقت ما سمحناش بالطبع 68 نوع من الكوسكوس وكان اللي ما وجمت نوصلهم اللي هي نجم نقولك واحد إن سنتين شوف عنا الكوسكوس أنواع وأنواع بالخوذر بدون اللوحوم اللي باللوحوم الحمرة اللي باللوحوم البيضاء اللي بالفاوات الجافة والفاوات الفاوات الفخي وعنا كذلك دي كوسكوس بالحوت مثلا بجايا مثلا شرشال مثلا ديجل ديجل ديكوسكوس وصف دين كجيقول دلس ديكامل يعملو ديكوسكوس كتفين نوعوه بل قدروا يلحقون المياه الخليع مثلا بالحليب نعم يلحقوا المياه يعني النوع من الكوسكوس نلحقوا ندرع الكوسكوس الجرية ومازال كاينة لوصدت ثمانية وسبعين رغم هنا موجودين واحد من جيبا يلطان باش نكمل لزيماش انترست اجير لفوتو باش ناخدوه وصلت نضل هنا واحد دراني في واحد ستين هكدك نضل واحد ستين نوع من الكوسكوس شوفي بار هذا بالتعمير كي شغل التكربابين هذا معلوء هذا الكوسكوس اللي وجدت في معسكر في الغرب الجزائري في الشرط الجزائري في زرط كل في الجانوب في بلاد القبيل في الواسط تشوفي هاد الكوسكوس النسائر روعة ستون غيشس ستون غيشس اذا وهذا الكتاب قدمناه في لالة دولار جيري في الفرنس ولا حطيتو روحطو في هادك سنة الفين روحطو في اليونسكو حطيتو كذلك حطيتو شخصيين في سنة الفين شخصيين بین سور ككاتبة كاة اوتر دو 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 حطيتو في اليونسكو وحطيتو كذلك غويال اللي يجي فيه كل انواح اللحوم نعم انواح هذه الكسكوس مختلفة من منطقة الى اخرى وكل منطقة معرفة بالكسكوس تاحها وش يميز الكسكوس الجزائري عن باقي طبق الكسكوس الموجود في المغرب وتونس هناك كاين بعض الكسكوس اللي ما يختلفوش بزاف مثلا الكسكوس غويال موجود عندنا في الغرب الجزائري خاصة نجم لك المنطقة اللي موجود فيها اللي هي تلمسان معروفة بالكسكوس غويال اللي عملوه كامل نقول لك وين كاين بالسيفاء بغماء اللي معروف موجود في المغرب المغرب عنده الكسكوس غويال إحنا عنا الكسكوس اللي نعملوه بالخضر توجيه تاني مثلا في تونس ندروا الكسكوس نتعنا بالمرقى بيضاء مرقى حمراء التونس يدروا مرقى حمراء كذلك كاين بعض الشبهات ولكن لك نتكلمت الكسكوس عندنا في الولاية كل الولاية عندها عندها شي عندها ستوني ستوار دو سان كوسكوس دو 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 تنسي هذا حاجة غريبة نعملوه الكسكوس بالأحشاب مثلا الكاين اللي نعملوه بالحلحال الطعام بالحلحال ستخي بو صحي مثلا في بريدة كاين كسكوس ونسموها الحمامة اللي هي طعام ويجدورو فيه بزاف الأحشاب وقيلة خمسة وعشرين عشباه ولا ستوار عشباه في بلاد القبائل كنت تعرفت كنا درنا فستيفال تعل الكوسكوس وتعرفت على كوسكوس وجبتهم مرة عندها سترناج تكون عندها واحد سوصمت كنزة شوفي تاكل يصبعك معه سيت في عذيك دي زير ما نعرفهم شاله هادوك ما عرفناهمش شوفي بنزير ما كفه لطعال لطعال للحم ولا جاج ولا ولو ميسي ستندليس عندنا ميشي عجيب وغريب عند الكوسكوس سكرية عند الكوسكوس نقدموه بالحسن في العراس نتعنا مثلا السفة السفة بالزبيب والفروسا كن ونقدموه بالحسن وكي الكوسكوس بتطمر في الصحراء عندنا في الصحراء نقدموه كذلك بالحليب وبالحسن كذلك مع المشوي الكوسكوس نتعنا هادو هو رمز رمز فرحنا ورمز قرحنا موجود على الميدان نتعنا في الفرح وفي المناسبات في العيال وذوكم راكم تعرفوا كلكم بالبنات وان شاء الله راكم الصغار ونضصيكم باش تحافظوا على هذا الأصال راكم ما دبي طولي بندردي طولي بندردي أي بيت أي بيت تدخلت تصيبه الكوسكوس معروف أنه في كل موز الجزائري أنه مديرو الكوسكوس ومباد وهلان نجم ما نقول لك هانينا نجم جميع تفير نجم الكوسكوس نتقدمته أننا en 2002 كانوا عرضوني لأسوشيات المغرب اللي هي التوانسل مع البار والجزائر وعرضوا كانوا بزاف شخصيات اللي حضروا في فرنسا في كلايرمونفيرون اللي هي 100 كيلومتر جبانس على ليون وقدمت اللي قدمت اللي قدمت هو الكوسكوس بصح ما دلت بسالين لوا بصدق عملت الأطباق متاعنا التقليدية اللي هي الرشتة والتليتلي والأطباق السكري والطاجين اللي حلون تعنا والمتوم اكستراء قعدوا قال لك حنا نعرفو للا كوزين باروكان un peu للا كوزين مي يسا غستي بوشبه قالوا لي هادات سي لكوسكوس ستا لأكزان دو 8 مارس للا جون دا للا فام وعرضوني ها هي ونا ستا ان 2002 وقدمت لكوسكوس وقدمت عدة الواقيلة وعدة الـ 25 وعشرين الطباق وعلى تال بصدق لدي وقت هادشي اللي يدلت ماش عيان سيتون كوزين الله يبارك ولازم تحافظوا عليها جزائر اصلا تعنا خلونا اين فورتون اين كراند فورتون الابوغي بزاف متن وعب بزاف وللآن راني نخدم في حاجة اخرى هلا بعد الكوسكوس ما حبستش بالنسبة للطبخ تعنا ضرور اخدمت كذلك البطريمون الجيريا قبل ما نروحوا فقط سيدة رسقيل هذا البحث تاك على التراث الجزائري هادي هاي تكلمتيلي على عاوتي وبيتيلي تاريخ الكوسكوس يعني طبق الكوسكوس في الجزائر يعني أنا حبيت يعني هو طبق عريق جدا يعني وقديم جدا نعم ولحد اليوم يقولك أنه طبق الكوسكوس أنه ما عرفوش أنه هل أصله راجع للمغرب العربي يعني كامل هل هو راجع للجزائر هل لتونس أو للمغرب يعني ما زالهم يتسالون نفس الشي يعني وتاريخه قديم وعريق وقديم جدا أنا حسب البحث ليدرتهم هو طبق ينتمي إلى المغرب العربي بصفة عمى ولكن حنايا في الجزائر مثلا سمحوني نخرج شوي الموضوع ليه هي لتكلمنا على القفطان القفطان كان معروف في الجزائر ودخله الأتراك وكان لباس الرجال وليس تنسع ومن بعد بعض وقعوا واحد الأحداث هنا وكاين بعض العائلات الجزائرية راحوا للمغرب وسكنوا في المغرب بأول المغرب دواه وطوروه ونوعه ونوعناه ونوعناه بزاف وهو الطابق الرئيسي سلغوة متع الميدا السلطان الميدا كما المقرد السلطان الميدا دونك ما نستغنوش عليه سكيفي إلي توجو بخيزة جزائر نجم نقول لك الكوسكوس الجزائري متطور بزاف متنوع بزاف كنت اتكرت لك لكي درت البوحوث نتوعي هاو اشتصت ثمانية والسبعين الكوسكوس وعلي در عملت كل اللي كات كواندونوت في اللي هي الشرق الواسط الجنوب الغرب كله كل ما تروحي المدينة تروحي كما نقول الولايات تنسي الأكسكوس صحي عودة فقط اللي تكلمتي انك عميدة الطبخة الجزائري في نفس الوقت رئيسة التراث العربي راك تقومي في بعض البوحوث كذلك في التراث الجزائري لو كنت تكلمين على هذا البوحوث بديته في 2014 كنا بدينا باش نخدموه وكان كل الفنين نجم نقول نتذكرها نقول لها صحة وانو الدكرة اللي هو الشريف رحماني كان عنا اجتماع كان عنا اجتماع في لغاسي وانو كنت عندي طموح كبير وكنت متقلقة كنروح للبلدان هكذا مثلا تونسو للمروك كانوا خاص في لغاسي لتوريست كنا نروح كنروح كم توريست إذن قدمو أطباق تقليديا بلادهم لفندردي لجمارة قطلوا كيف هكذا وانو كيف يجي انتوريست نمدلو مثلا لستاك ونمدلو لغوتي قلو كعنا كوزين غيش الابوري يعني من هذا الوقت بدتي لبخوت في هذا الوقت اللي كنت نتكلم دونك عايت لي هذا النهار اللي عايتني بشي نخدم أصالة الطبخ الجزائيلي إلى أين وصلت هذه البخوت قبل 2014 ستين 2012 بدلنا محاولة وطاوني مكتب في الإيكل جي توريزم في لغاسي كي الإيكل جي توريزم طاوني مكتب وكنا حلار بحفل جنا قالي اختاري اللي يخذ اللي يعونوك قالوا قد اختارت السيد بوكابوس كان مدير عام انتع الميساق كنت أنا كذلك في الميساق كنت نخدم معهم في الميساق فقط ربما لضيق الوقت لو كانت تكلمين إلى أين وصلت هذه البخوت في توريزم إذن حاولنا المحاولة مع تلاتة كانوا معي مدير التوريزم اللي كان في لغاسي السيد بوكابوس نصطرهم على خير نقولهم نحييهم وكذلك باباسي اللي كان في لاشان إن يتكلم فيها باباسي نحيي إذن وبدأنا حاولنا محاولة الأولى فشلنا بعد أننا ما فشلتش أنا عندي طوموح كبير وعندي إرادة كبيرة ما أحب أن دوميل كطرس عاوت عاوت رتشت المينيستير دا كولتور هما اللي تكلفوا بيا باش هما اللي كانوا يبعتوني يقع المصاريف كانت عليهم ونشكرهم ونشكر كذلك كل المديني والشوع والناس كل ما نقدر مثلا روح قسنطينة يجبوا لي كامل قسنطينية تاب باش نعرف خات هنا درست هاي درست مراحل الحياة في كل الولاية 48 ولاية كل هذا الشيء مثلا هذا هو نوع من نجمنا هذي نجمي تشوفي هذي على كل الولاية عندي كتاب عليها هذي الكتب نلقاهم فقط في الأسواق هذي متواجدة لا رامعت في الأندا وراني خلاص راني في المرحلة الآخرة وماذا بي لك أن نجوز ميصاش باش كل الجزائريات الجزائريين بلوتو والجزائريات لشيف اللي يحبوا بلادهم وحبوا يحافظوا على الأصالة متعنا جسو بخات يتصروا بيا باش ممكن كايين حاجات راني في المرحلة الآخرة باش يخرجوا على كتب نخرجهم على شكل كتب كملت كل ولكن ماذا بيا زيد بشار مثلا هنا ما جبت لك شكل جس بشار وهنا كل ولاية نكتب عليها كل مراحل الحياة تنتحهم من الزيادة حتى الديس واش نعملو وما هم الأطبق اللي ندرهم وراني ان شاء الله كملت الخدمة نعم إذا سيدة رزقي نشوفوا أنه في البحث تاك رهي متواصلة ربما يكون في راني متواصلة إن شاء الله شكرا لك سيدة رزقي اللي يعني كنتي محموبة الجماهير ولا زال أمهاتنا أمهاتنا يعني كنا نعشق فيك ونحب الطبخ ونحب الجمهور نتعي ونوصيكم على الأصالة إن شاء الله لازم تحتفظوا بها إن شاء الله شكرا لك إن شاء الله ربما حشوفوك في حصة في حصة إن شاء الله إن شاء الله هل ستعود هل ستعود اليوم ما؟ مثل أصالة انت ما خطر لا ما عندك شي أصالة ما عندك لا تاريخ لا صحصية راني هنا إن شاء الله شكرا لك إن شاء الله هنعود نشوفوك ربما في حصة إن شاء الله وشكرا لك لحضفت معنا اليوم سيدة أرسل المقصرية أمين شكرا لك عميدة الطبخ الجزائري ورئيسة التوراة العربي مشاهدين الكرام نهاية الفقرة الثقافية شكرا لكم على حسن المتابعة أشكرك وأشكرا من جديد عميدة الطبخ الجزائري سيدة أرسل شكرا لكم بحضوركم